السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطة مع كريمة سعيدة بيلقياكم من جديد كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في اتمي الصحتي والعافية الفيديو دياللي مغد نحضر معكم بسبوسة من اروع البسبوسات اللي ممكن تحضرهم سهلة وسريعة وكذلك اقتصادية كدشي شيشة خفيفة شي حاجة ولا اروع كنتمنى اخواتي تبعو هاد الفيديو من النور حتى الاخير وطابعة الحالي عجبتكم الوصفة كنتمنى اخواتي توصلوا هالاكبر عدد من اللايكات ومنطورش عليكم انتقلوا باش تعرفوا على المقادير وكذلك طريقات التحضير فرجة ممتعة بالنسبة للطريقة اول حاجة غني نحضر سيرو او الشاربات اللي غدي نسقي بهم بسبوسة عندي كأس ونصف ميناء الماء الماء عادي نصنبور كذلك غدي نضيف كأس من السكر حبيبات هنا بالنسبة غدي تضيفوا لا عندكم الحامض ممكن تضيفوا الشرائح دي الحامض انا ما توفرش عندي غدي نضيف هنا كيس من السكر دي زهرة البرتقال اللي كيعطي واحد المداق اللي رائع اخواتي صراحة كيعطي المداق اللي يلديد صافي هنا يا كنوضح هذه المكونات فوق النار حتى توصل درجة الغلايا نحسب ليها واحد جوش دقائق ولي ثلاثة وكنتفع ليها النار ونخليها جاني بنت برد هنا اول حاجة كناخد هنا المولد هنته بالزفدة ورشيته بالسميدة وقد ندخله المجمد هنا مباشرة غال مش نحضر الخالات ديال البسبوسة اللي عندي هنا يا جوج ديال البيضات طبعا البيض يكون بحرارة المطبخ هنا عندي كأس ديال السكر ولكن ما غديش نضيفه كامل لان هالبسبوسة غدي نسقوها وغدي تجي حلوة اكتر من القياس فقد ضفت كأس الى ربع انتم اخواتي الحلوة قد تحكموا فيها كذلك ضغط رشة ديال الملح لتصحيح الدوق ثم غدي نضيف كيس من السكر الغاني ممكن تضيفه قشور ديال الحامض سافي هناك نخلط المكونات مزيان طبيعة الحال حتي تجنسوا هاد المكونات ونتأكد ان دوك الحبيب يبديل السكر دابو كذلك اللون ديال الخالي تغير نوعا ما الى البيض طريقة سهلة اخواتي مسريعة وكنت تحصل له لوحة البسبوسة اللي كتجي اكتر من رائعة شي حاجة ولا اروع كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها فعلا كتستحق التجربة هنا كذلك غدي نضيف كأس ميناء الزيت طبعا جميع المكونات كان عبرهم بالكاس ديال العنبة اكيد المعقادة المضبوطة غني خليها لكم في صندوق الوصف سافي هناك نخلط الكل مزيان هنا كذلك غدي نضيف ياغورت بالمكهة ديال الباني كذلك نخلط الكل مزيان ثم هنا كذلك ضفت كأس من الحليب الحليب بحرارة المطبخ ممكن كأس ديال الحليب تعوضوه بالكاس من الماء هنا كذلك ضفت كأس الى ربع ميناء الكوك او جوز الهند بالنسبة لهذه الكاس ديال الكوك إلا ما توفرش عندكم ممكن تعوضوه بكاس ميناء الدقيق هنا غدي نستمر اضافة الساميد طبعا الساميد الرقيق اللي كنستعمره في الحرشة ضفت الكاس الاول ثم الكاس الثاني غدي نخليه جانبا هنا كذلك غدي نزيد الكاس الثاني ثم غدي نزيد النصف كاس يعني المجموع ديال الساميد الرقيق اللي ضفت جوج ديال الكوكوس ونصف هنا كذلك غدي نضيف جوج اكياس من الخميرات الحلويات الوزن 16 غرم المكونات مضبوطة اخواتي غدي نخليها لكم في صندوق الوصف هنه غدي نضيف تقريبا جوج ملاعق حتى الملعقة ديال الخل اللي كيعطي واحد نتيجة واحد يعني واحد الهشاشة هادي البسبوسة هادي غير ضفوه اخواتي هدا هو الخاليط اللي خسكم تحصلوا عليه القوام ديال الخاليط هنا صافي فنصف بالخاليط ديالي في المول وهنا الفورنا نمشغله في اللوغل على مئتين درجة صافي غن دخل المول غدي نوضعو في الاعلان نار من الاسفل طبعا نقص النار تكون على مئة وثمانين درجة تلاحظ ان البسبوسة ديالي بدت تحمل من الجوانب ثم نوضها يعني تحمل وتاخد هاد اللون هذا را ما كتاخدش الوقت بزاف صافي هنا كنخرجها هي سخونة كنسقيها بدك سيرو طبعا سيرو بارد والبسبوسة سخونة لانا لكن سيرو سخونة غدي تعجل لنا بطبيعة الحال صافي هنا يا غدي نخليها وحد جوج ديال تقايق حتى تشرب دك السيرو مزيان ونقلبها هنا يا في الصحن هنا غدي نذهنها بالموربة وكذلك غدي نرشها بالكوك او جوز الهند عفوا ممكن تزينوها بالنزق في لي او الكوكا وكون كاسم حمر طبيعة الحال بالنسبة لتزين تفنو وزينو على حسب الرغبة والمتوفر عندكم انا زينتو هنا بالكوك غدي نقسمها معاكم بطبيعة الحال صراحة كي جيه شيشة خفيفة من اروع البسبوسات اللي ممكن تحضروهم انا اكيدة غدي تنال الإعجاب ديالكم اخواتي غير جربوها بالنسبة للقطر ديال المون مذكرتوش معاكم او 24 سنتيم وكما كتلاحظو كان هاد هو الشكل نهائي ديال البسبوسة فعلا كي جي طالعة خفيفة معلقة صراحة شح الماء وصفت ليكم هاد البسبوسة هادي حتى تجربوها وغادي تعارفوني شنو كان قصد فعلا كي جي رائع اخواتي غير جربوها كي جي لديدة بزاف كي جي مسقية شي حاجة ولا اروع يعني النتيجة واضحة امامكم كانتمنى من كل قلبي تجربوها عد تحكمو وتعارفوني على شكا نهضر كانتمنى فعلا اخواتي لاعجبكم هاد الفيديو توصلوه الاكبر عدد من اللايكات طبيعا للحال لاعجبتكم الوصفة كذلك اللي ما زال نشترك في القناة ديالي كانتمنى انو يشترك في القناة وفعل زر التنبيهات ونخلكم عفوان مع هاد الصور الى اللقاء في الملتقى مع فيديو وصفة جديدة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة